معنا فرخة النهاردة جميلة زي الفل ووزنها تقريباً كيلو ومية جرام هنعملها طرلي مع الخضار تشكيلة من الخضار كوسة بطاطس بسل جزر اللي موجود عندك في الدرج مع فليف لملونة والبصل والتوم تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الفرخة اللي معنا دي طاجن طرلي لطيف وجميل واكلة الطرلي دي اكلة من الزبن الجميل برضو مشهورة في بعض كل الدول العربية اللي هو ازا كان لحم او دجاج مع تشكيلة من الخضار بتخش الفر فرخة حسب وزنها يعني وحسب عدد افراد العيلة معنا بصل ومعنا توم معنا فليف لملونة معنا كوسة وبسلة وجزر تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن في التركية هنا اننا اتبل الفرخ دي ازاي وتاخد طعم وفي نفس الوقت كمان تبقى باينة في صنية الطرلي هناخد الفرخة الحلوة دي كده معنا بقى شوية فليفر من الرزماري والزعتر والحاجات المفروض في مطبخك لازم تكون متواجدة عشان بتضيف ليفر حلو للأكل وبتميز الطبق بتاعك بنشيل السلسلة دي انا مش عايزها زي الفل اخلىها على جنب كده واخد الفرخة دي اضطحها على تمن قطعة نشر قطعة حسب ما انت حب سكينتك تكون حمية ناخد ده كده هي السكينة عارفة ماشي ازاي اهو زي الفل بسكينة تانية كبيرة نجي ده كده قطعة حلو ودي كمان قطعة شوف الفرخة اهتم للحلة دلوقت اهو زي الفل نفس القصة هنا ناخد كده الدبوس الحلو ده كده انا بحب الدبوس في الفراخ ممكن نقطع ده كده على تنين يبقى زي الفل الله مصلى على النبي معانا اهو خروف ضاني بتقطع اهو ودي كمان صدر هيدي الشطارة ونجي هنا كمان لازم التركاية دي على السكينة اصبع عندي فراخ زي الفل متقطعة واشيل دي من هنا خالص مش عايزها وتعالوا مع بعض انتبل الفرخة الحلوة دي كده اه الله مصلى على النبي شوفت الفرخة بقت في قلب البولة ازاي كتير اهو اول حاجة حطي توب ناعم نصيحة مني طبعا الفراخ تتغسل قبل التقطيع كويس يعني الفرخة اشتراها سليمة بتاخديها بتقطعيها وبعدين ما تغسلهاش تاني بعد التقطيع انا مش مع غسيل الطيور بعد ما نقطعها بتفقد جزء كبير من القمة الغذائية بتاعتها وبتتبهدل مفروض تغسلهها وهي سليمة تغسلهها بقى بدقيق تغسلهها بشوية ملح شوية خل شوية عصير الليمون دي بتاعتك طبعا عصير الليمون مع الخل بيخلصنا من الزفارة قادي فلفل اسود شوية الملح التمام البهرات بتاعتنا بابريكا شوية كوزبرة شوية كركم حلوين كده كركم مفيد بينق الكبد من الدهون ومغزي جايد جداً للكبد بالزات شوية زعتر حلوين كل التوابل دي على الفرخة حلوة التركاية بتاعت المغازة بتقول ايه بقى هنا التوابل دي لما اجي اتبّلها للفرخ دلوقت ممكن تسيب الفرخ وتنزل نوم نعمل حركة لطيفة ايه هي معلقة دي صغيرة كده على الخلطة دي كلها معلقة هرامية ايه تنزل كده ايه خلص الكلام هنتبّل دول كلهم مع بعض بسم الله الرحمن الرح ونمسك الفرخ كده ايه بالشكل ده كده حلوة عندنا طاصة شديدة الحرارة والله يبقى بنسبة البسكويته جاي عنينا ايام مباركة ايام كحك العيد وكحك العيد ده طبعا حاجة متورسة من الاجيال ثم الاجيال لازم نعمله فينا نعمل البسكويت الشوفان بطريقة ضايت نفيش مشكلة عادي بتجيب سبني نباتي شوفان ناعم وشوفان بودر يعني ناعم وبودر بتجيب الشوفان نطحنه شوية كوباية مطحونة مع كوباية سليمة بنحط عليهم سامن نباتي ربع كوب شوية عصير برطقان شوية بتاع ده سكر ممكن تستخدم سكر فواكي او معلقة عسل بديلة ما فيش اي مشكلة دي طريقة كده يعني ايه سريعة فراغة حمر بالشكل ده كده اهو معلقة بيكن بودر نخلط كل ده مع بعضه بندخل العجين ده ده في التلاجة ممكن نستخدم هنا بياض بيض بدل الصفار يعني ما نستخدمش الصفار بياض بس ونعجن العجينة بتاعتنا دي وندخلها جوه التلاجة وبعدين نمسكة نقطحها دواير ونحطها في صنية بورقة زبدة وتبقى زي الفل بسكوتة ايه ضاية الفراخ هنا بتاخد اللون او بتاخد البصمة معايا زعتر معافل في الارنقوتي حلو والزعتر ده كده في قلبيها ونغطيها بس خلاص اعتقد اللي جاي بعد كده سهل التركاية هنا تدبلت الفراخ تقطعتها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده مهم جدا تدبلناها حطناها معلاتي علشان تدي كريزب للفراخ بتاعتي وتحافظ على شكلها واغطها كده واسبها الخضار بتاعنا يا عم الشيف شوية بسلة مع شوية جزر معايا بطاطس زي الفل بنحضرها كده ونقطحها على بلانشة تانية ده الطبيعي طالما قطعنا فراخ تستخدم البلانشة بتاعتنا التانية وناخد البطاطس زين قطعها مكعبات مع بسلة وجزر ممكن تحطي بتنجان ممكن تحطي قراء عسلي زي الخضار اللي موجود عندك في التلاجة ما تشوفيش بقى الشيف المغازة مسلا استخدم كوسة وتنزله وتأجل الموضوع ولازم تجيب لي كوسة يا حبيبي عشان الشيف استخدم كوسة عادي خالص المطبخ لاه دستور ولاه وقع اللي موجود عندك في التلاجة هيقدر غرض ده دورنا ان احنا نعلم حضرتك ازاي تقدر تتصرفي في المطبخ معنا البطاطس اللطيفة دي كده بنقطعها مكعبات طرلي يعني تشكيلها من الخضار مع لحم او دجاج كله مع بعضه البعض بيستخدمها نيف نيف كله ويدخلوا الفرن البطاطس بالشكل ده كده واعتقد ان الطاجن ده او الاكلة دي تكفي العيلة واصحاب العيلة اه الشطارة في انك تتبيلي الفرخة كويس وتقطعها بالطريقة اللي انا قطعتها زي الفل والحلويات الرمضانية بقى انا بفضل لك تعملها في البيت بصراحة الكنافة البسبوسة بلح الشام اللي امات اللي هي العوامات شوية كمان الجلاشة عندك ممكن تقدر تعمليه بكذا طريقة الحاجات دي كلها بتبقى ايه سهلة نبص على الفرخة كده اخبارها ايه نتقلبها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم مهم جدا وانت بتحمر الفراخ دي تاخد لون اه بص عليها كده مع بعض ايه الحلاوة دي طيب اللون ده جاب سورة عبداليا شيف ده انا بقعد اقلف الفراخ ودية وجعني من التقليب مع علاقة دي يا اختي اللي انا حطيتها مع تدبلة الفراخ ادتني البصمة بتاعتها دي كده شفت الدبوس حمرت ازاي اه 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 شفت اللون والتغييرة دي مطلوبة اه حلو اه 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 زي الفل وكمان نغطيها مع بعض يعني ممكن نغطيها ممكن نغطيها بالشكل ده كده زي الفل شوية كمان عن فراخ ما تتقرمش معايا قادي الفراخ بتاعتنا استوت زي الفل نبص عليها كده ونقلبها مع بعض وايه اخبار الدنيا اللهم صلى عن نبي هوا ده اه شفت الفراخ استوت والله اه اه وانا على ما عملت على ما عملت التبولة كتستوت جيبني التفاصيل الصغيرة للفراخ دي مخرجنا الجميل المبدع اه 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 يا فاروق اه اه البطاطس معانا شوفي بات ركاية دي فصي التوم الناية ده اوبا هوا ده هوا ده ناخد البطاطس دي ننزل بيها حان معانا كوسا جزر قرأ عسل حبة بسلة وعلى فكرة البسلة مفيدة جدا غنية بالبوتاسيوم خاصة للامات والسيدات الحوامل مفيدة جدا تغزي الجنينة وهو داخل بطن امه الجزر نقود الرزماري ده كل ده مع بعض عايزة تطرلي بلونه الطبيعي مش عايزة بالطماطيب ما تحطش طماطيب ده اختياري حسب الرغبة عدل الطرلي ده يا مغازق شوية رز بالشعرية اه معانا جايز وانتو شو تارف عميله رز بالشعرية يعني فصين حبان ورقتين اللورو تحميل شوية شعرية حلوين انا بحب الرز الشعرية اكتر من الرز الله عندك شربة فراخ اعملي بيها عندك شربة لحمة في التلاج اعملي بيها حسب الرغبة بتاجن الطرلي في قلب الحلة بيتكلم مصري مش لازم لحمة ضاني وعملنا الصفرة بتاعتنا وعملنا الوليمة بتاعتنا وعملنا العزومة بتاعتنا فرخة اطعناها لتقريبا لعشر قطع يعني تقريبا تكفى عشر افراد واكتر كمان انا من الناس اللي هاكل الخضار واسم الفراخ للضيوف لان الخضار هنا من جور السعيد يسعد اخد طعم الفراخ نروع البتجاز عشان الصورة تطلع حلوة مع انا شوية سوس طماطم من ساقتهم كده على الطرلي او قطع طماطم سليمة حسب الرغبة ده اختياري انا هحط معلقتين طماطم كده حلو ونغطي الحلة دي ونسيبها تعيش مع نفسها بقى حلو الطايم اللي بقينا تقريبا نص ساعة للي الامانة والله شوفت انا بعمل ايه باتصرف هنا انا وانا ببص وراي ليه شوية طماطم بقيين من التابولة انا حاجزك في المطبخ شطورة كده زي او ما عملتش حاجة انا ارميها لا طماطم في طريقة ايه وعى الشاشة بتصرف تلكاي دي طماطم مفرومة من التابولة باية من التابولة عندي مية بتغلع النار او بوكيجر نيعادي اهو واغطيها واسيبها التكتك على النار يا فاروق بس خلاص اهو اغطيها مش اقلبها زي ما هي كده بتفاصيلها نبص على التور اللي بتاعنا اخباره ايه جيبلي التفاصيل بقى واجيبلي الحلوة دي نقلبه الله الله فراخ فين ايه البسلة فين ايه الجزر فين ايه طاجن تورلي لطيف وجميل حطيه بقى فطاجن الفخار اللي عندك لنتعملي في رز المعمر او الصانية الكبيرة بتاعت العيلة وده خليل فرن ياخد وش بمعلاية سامنة بلدي على الوش كده اللي جايبها حماتك اخر الاسبوع عملتي طاجن تورلي محدش اكله قبل كده غير من ايدك انتي اهو نغطيها هنسيبه قدام حضراتكم كده وتعالوا مع بعض نغرف التورلي بتاعنا اللهم صلي عن النبي ده مهمة طيب نحطها هنا ده التورلي هنخليه هنا عشان نغرفه مع بعض ناخد التورلي بتاعنا نغرفه فيه طاجن وعنك على الكنافة من وقت للتاني تليف فيها زي ما انا شغال كده هوا هلو طوم النار تتوزع تحت منها تاخد البصمة تاخد اللون عشان احنا نحط الجبنة دلوقتي على الوش وبصمة الكنافة هي اللي هتبان من فوق الله عالتورلي الله عالتورلي وجمال التورلي الله لا ابدا تعبنين عليهم دول هلونا نجيب المناديل ده كده اللهم صلى عنا تقديم مهم جد والبرزنتيشن مطلوب والطاجن الحلوه ده الفخار ده وعلى فكرة التواجد الفخار اشكالها كتير قوي عند اخواننا بتوقع الفخار. فمن مصروف البيت كده. وفري وهاتي الحاجات الحلوة دي كده. بتساعدك في انك تعمل لي حاجة حلوة. وبتشجعك توقف في المطبخ تعمل لي حاجة حلوة. اه. الارد الارد نقوتي ده كده على الوش. لا لاحمداني بقى ولا كندوز ولا ايه. اديك الرومي. لازم يعني نصرف قد كده. طب اللي عليك احط ده كده قدام السفرة مع رز بشعرية.